ده برضو المشهد بقى اللي احنا اخترناه مع بعض. بصي انا الراجل بيجري ازاي والحركة ماشية معها ازاي? مش ممكن يا جماعة مش ممكن. يعني المشادة جمعت مع بعضها هتعمل فيلم بس انت بس محتاجة الصوت ده. انا لما قلت لكم ان موقع هو من افضل مواقع انشاء الفيديوهات بالزكية للصناعة ده ما كانش من فراغ. موقع رجع لنا بتحديث جديد. وبصراحة انا مبسوط جدا ان هم بيسمعوا للناس وبيشوف الناس بتدور على ايه? وبيعملوا تحديثات سريعة واحترافية تقدر تامي من خلالها فيديوهات حلوة جدا. سواء عن طريق تحويل النص الى فيديو او تحويل الصورة الى فيديو. بالاضافة كمان اللي تقدر من خلالها تعمل شخصيات مونو تناسكة او شخصيات ثابتة بالزكية للصناعي. كل ده طبعا كنا شرحينها وابل كده. ولكن في تحديث جديد هعملوا موقع هلو اوي اي هنتعرفها النهاردة ونشوف قديه هيفرق في الفيديوهات بتاعتنا. يلا بينا. اهلا بكم في فيديو جديد وتحديث جديد لموقع هلو اي 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 الموقع الافضل في انشاء الفيديوهات بالزكية للصناعي وده من وجهة نظري. وطبعا ده بعد استخدامات كتيرة ليه الفترة اللي فاتت. عايز اقول لك ان موقع هلو اي اي مش بس بيعمل فيديوهات لا ده كمان ليش هتبوت وكمان بيعمل صوت بالزكية للصناعي. تعالي ندخل على كده ونشوف الموقع عمل ايه جديد. طبعا احنا عندنا هنا الموقع بيحول الصور الى فيديو. طبعا شرحنا الحاجات دي قبل كده. وكمان هنا عندك اللي هو انت بتكتب نص يحوله لك لفيديو. وكمان ودي طبعا اللي انت بتضيف صورة وبنان عليها بيعمل لك فيديو. بيكون معمول بنفس الشخصية او الصورة اللي انت هتضيفها له. وطبعا ده شرحته قبل كده وكان موضوع جامد جدا. ولكن الجديد الجديد ان انت لو روحت على حاجة اسمها تكستو فيديو. هطلعها ستحت هنا ان هم عمله موديل جديد وهو موديل وده بيقدر ان هو يتحكم في حركة الكاميرا في الفيديو اللي انت عايز تعمله. فبالتالي هنا اضافوا الكاميرا دي. اللو انت دست عليها هنا بالشكل ده هتلاحز هنا جايب لك اختيارين. الاول هو والتاني هو بالنسبة للسينماتيك شوتس وده بيجي هنا يعرض لك هنا فيديوهات بسيطة يقول لك فيها الحركة الكاميرا في الفيديو ده عاملة ازاي? وكتب لك الاسم بتاعها تحت هنا. هنا برضو هنا نفس النظام جايب لك هنا الحركة دي. وهنا بالمسمى بتاعها. شوف دي تلت وبالطير كده الكاميرا. شوف هنا دي بقى برضو وكأن عربية ماشية وانت راكف عربية هنا بيتصورها. هنا ست ماشية في الشارع. هنا يعني جايب لك هنا بعض الحاجات على حسب بقى النموة اللي انت عايز تعمله. هنا جاي من بعيد وقرب على وجه شخص ما. وهنا جايب لك هنا مشهد وبيحاول ان هو الكاميرا تحرك يمين وشمال. وهنا مشهد بقى كأنك هنا في الفضاء. وجايب لك هنا مشهد بالشكل ده. طيب تعال نروح على ونشوف ايه الدنيا فيه. جايب لك هنا برضو هنا يقول لك انت ممكن بقى هنا تتحكم في الاتجاهات براحتك. بمعدل تلات تحركات في الواحد. هنا بس نقول لك انت ممكن تتحرك شمال. ممكن تتحرك يمين. ممكن تعمل هنا حركة كده بتكون يعني بنسميها البان ليفت والبان رايت. هنا البوش بيبقى عمل ازاي? وهنا البول قوت بيبقى عمل ازاي? هنا برضو جايب لك حركة الزوم قوت والزوم ان. وشوية حاجات حلوة على حسب انت عاوز تعمل او تخلي الكاميرا فيها. حد تشيك عامل لك تشيك لو انت عايز تعمل بقى حاجات فيها اكشن وحاجات شباها كده. اعمل لك هنا كمان موجود في الموقع. وشوية تفاصيل حلوة. طب تعالى كده بقى نجرب ان احنا نعمل حاجة من الحاجات دي. انا كنت عملت مشاهدين بس انا هجرب اعملهم معك تاني. بصراحة كان في مشاهل زي ده حبيت ان انا اعمله. وهاخد بتاعه كده لكن ده ما كنتش عامل فيه بصراحة حركة الفيديو بس عجبني ان التفاصيل اللي فيه يعني كويسة جدا. وتعالى كده نروح على الكاميرا. ونختار احنا عايزين نعمل ايه? مسلا هنا شايفين هنا مسلا جايب لك حركة شبه دي. انت ممكن تختار حركة شبه دي او ممكن نختار شبه دي. تعالى كده نجرب ديت مع البروميت ده. اطلع زينا ان هو كتب لك هنا التفاصيل اهو في الاول. بعد كده بتضيف البروميت. منفروض بعد كده بتضغط على عشان يبدأ يعمل لك التصميم. او بيحاول لك ناصة ده الفيديو. وبيعتمد على الاختيار اللي انت اختارته في حركة الفيديو. طب تعالى برضو على ما يتعامل عشان ممكن ياخد وقت ان احنا هنجي تاني. رحت على موقع اليونار دي وقلت شوية تصار حلوين فحعجبني هنا الصورة شبه دي حبيت ااخد بتاعها وارجع بيها تاني على موقع عشان اجرب ان انا برضو اعمل هنا حاجة تاني. ولكن المرة دي بقى هنغير هنا ان احنا مسلا هنروح على الكاميرا. ونشوف حاجة تانية نعملها زي ما شفنا هنا مسلا ممكن نختار اه حاجة تكون شبه دي كده. اوكي? ونيجي هنا نضيف بتاعنا. تعال نجرب نضيف حاجة كمان. احنا عايزين نضيف حركة كمان في الفيديو مسلا ممكن نضيف اي حاجة من الحاجات اللي شبه دي. ممكن مسلا نختار دي كمان. شوف. هيضيف اه. هنا اضفها. اصبح عندنا هنا فين وعين كاميرا موجودين من اللي احنا اخترناها. طب تعال نجرب بقى ان احنا برضو نضيف حاجة كمان من الحاجات دي. مسلا هنا ممكن نجيب اللي هو التشيك ده نضيفه. واضف لنا التشيك كمان هو. اللي هو الاهتزاز. وبعد كده هروح برضو اعمل اوكي? وبردو تعال نجرب حاجة كمان. هناخد هنا ده لستاندورتش البورجر الجميل ده. ونشوف هل بقى هيعمل لنا حركة برضو من الحركات دي. تعال كده نرجع تاني هنلغي كل اللي فات ده. وهنروح هنا على الكاميرا. وبعد كده نبدأ بقى نختار احنا عايزين مسلا ايه? حركة من الحركات دي. انا عجبني دي بصراحة. اوكي? وهاجي هنا اضيف له وبعد كده هقول له اعمل لي حاجة كمان. اللي هي مسلا دي. اوكي? وعالفكرة اي اصلا هنا ايه البول اوت لوحدها اصلا طعفة جدا. وهضغط على هرجع تاني برضو هلغي دول خالص. وهعمل برضو حاجة كمان لنفس وهنا انا مسلا عايز اعمل حاجة شابه دي. اختار دي كده بالشكل ده. وهضيف بتاعي. واضغط على. دلوقتي هيبدأ يعمل للتصميم. وعايزين بقى نتفرج على النتيجة ان هي لما تطلع واحنا بنشوف حركات الكاميرا في الفيديوهات دي هتكون عاملة ازاي? تعال بقى نشوف الفيديوهات بعد ما خلصت هتكون عاملة ازاي? انا عايز اتيجي هنا نبص على الفيديو ده. بص الفيديو ده كنت مختار فيه حركة. انا مش عايز يعني مش عارف اقول لك ايه. الحركة او صراعيتها بس نقصها صوت بصراحة. يعني مثلا قائمين على الموقع يعملون بقى صوت. وبصراحة برضو نفسي موقع حلو ايه. يعمل برضو الخصائص اللي موجودة في موقع بيك اللي هو بتاعت التأثيرات دي. اتمنى ان هما هيشوفوا طبعا اكيد الفيديو. وانا برضو هحاول آآ اضف لهم ده ان هما احنا محتاجين الفيديوهات يتعمل بمؤثرات آآ صوتية. وده هيكون نقلة كبيرة جدا. وبرضو آآ اتمنى برضو هما كده هيراجعوا الفيديو ده ان هما يعملوا او يبقى فيه امكانية ان يتعامل فيديوهات طويلة. مش بس يبقى فيديو آآ صغير. ان احنا مسلا ليه ما نبقاش بنكتب مسلا آآ اكتر من فاكتر من خانة. وكل خانة تكون مشهد. ويقدر الموقع ان هو هيعمل مشهد مسلا ممكن يصل لخمس دقائق عشر دقائق. وبيكون طبعا الموضوع متصل ببعضه. فده لو اتعمل اعتقد هيه لقيا هروح في حتة تانية. وده المطلوب ان هو يتعمل الفاترة الجاية. ده هنا الراجل بيجري ازاي? والحركة ماشية معها ازاي? مش ممكن يا جماعة. مش ممكن. يعني المشدد جمعت مع بعضها. هتعمل فيلم. بس انت بس محتاجة الصوات بقى. طيب تعال بقى هنا برضو هنا دي سوف انت الفضاء. شوف بقى الحركة عاملة ازاي? مش ممكن. عامل حاجة فضيعة جدا. فضيعة جدا جدا يعني. وهنا نيجي برضو هنا للفيديو ده. هو. جايب هنا بروجر بس عامله بشكل ثلاثة الابعاد. عامل هنا الحركة من اليمين للشمال. وبعد كده راح مبعد آآ بول اوت. وهنا نيجي نشوف ده اللي هو من فوق لتحت. نازل لتحت كده معمول بشكل كواج برضو. ولكن كنت احب ان هو يكون حقيق اكتر. هنه يبقى حسن بكتير. بصراحة التجربة ممتازة. ولكن نريد تطوير الموقع اكثر لان بصراحة الموضوع كده راح في حتة تانية. هيفرق مع آآ الشغل كتير جدا. سواء مصممين آآ منشئين محتوى اعلاميين. هيفرق في حتة جدا لفترة جاية. انت برضو عندك فرصة ان انت تتجرب ده لو انت دخلت على موقع ويجربت التقنية الجديدة في خاصية تحول فيديو في انك تعمل فيديوهات احتراف هي. اتمنى يكون عجبك الفيديو. لو عجبك الفيديو هلو تدوس لايك والسيبه لايك في تعليق. ولو انت مش مشترك في القناة هلو تشترك وتفعل زيجرز عشان وصلك يشاهر بكل فيديوهاتنا في النهاية. السلام عليكم.